مع التغييرات الواسعة في صفوف الجيش على مستوى التأهيل والتدريب والتسليح انتقلت المعركة إلى مربع جديد في 4 يوليو وصلت أسلحة أو بعض الأسلحة للمدفعية التي تم التعاقد عليها وبدأت سلاح المدفعية يقوى على الضفة الغربية للقنال فصدرت تعليمات بقصفة شديدة على المواجهة بالكامل إيزاناً بالدخول في مرحلة جديدة اللي هي مرحلة الدفاع الناشط ما اقتصرش الأمر على أن القوات المصرية تدافع وإنما بادرت بعمليات ضد إسراء في الثامن من سبتمبر أيلول من عام 1968 أصبحت المدفعية المصرية مؤهلة لشن أكبر قصف نيراني بطول الجبهة وعلى عمق عشرة كيلومترات في توقيت واحد ولمدة ثلاث ساعات متواصلة عملية كان الغرض منها إثبات وجود القوات المسلحة المصرية أمام القوات الإسرائيلية وكانت العملية دي أن كل المدفعية تطلق في وقت واحد بطول الجبهة والعمق عشرة كيلومتر وتضرب على كل الأهداف اللي موجودة في هذا القطاع بالكامل وهذا تم على أكمل وجه وهذا اليوم اعتبر في القوات المسلحة المصرية يوم المدفعية وده كان يوم 8 سبتمبر سنة 68 ترجمة نانسي قنقر